ترأس رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي القائد الأعلى للقوات المسلحة الجنوبية اللواء عيدروس الزبيدي اجتماعا موسعا للقيادات الأمنية الجنوبية وأشاد اللواء الزبيدي بالجهود الكبيرة التي بذلتها الأجهزة الأمنية لفرض حالة الأمن والاستقرار وحفظ السكينة العامة للمواطنين مجددا التأكيد على أن تضحيات الجسيمة التي اجترحها أبطال القوات المسلحة والأمن ستظل محل فخر واعتزاز أبناء الجنوب جميعا وخط أحمر لا مساومة فيه منوها إلى أن عملية الهيكلة المقبلة لن تقتصر فقط على الجانب السياسي والتنظيمي للمجلس الانتقالي لكنها ستشمل أيضا القوات العسكرية والأمنية وستتم وفقا للأسس ومعايير تقيقة لضمان تقديم أفضل أدام واستمع الزبيدي بعدها إلى جملة من المداخلات حول سير العمل الأمني خلال الفترة الماضية هذا وغادر اللواء الزبيدي إلى المملكة العربية السعودية في زيارة رسمية بعد عودته إلى العاصمة عدن من زياراته الخارجية قبيل عدة أيام